بسم الله الرحمن الرحيم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة مع أشراقة كل شمس تتوالى مسيرة التنمية في كافة ربوع الوطن لتحقيق إنجاز تلو إنجاز وقد تصارعت وطيراتها خلال السنوات القريبة الماضية ولن تتوقف بإذن الله فعزمتنا على تقوية دعاء مقتصادنا راسخة وإرادتنا في الاستفادة بما نذينا من موادد لن تلين وما يجري على أرض مصر اليوم من تطور وتقدم في شتى مناحي الحياة لا تخطئه عين السيد الرئيس إنه لمن دواعي فخرنا أن يتواكب افتاحنا اليوم مع احتفالات شهر أكتوبر الذي شهد أعظم انتصارات مصر في العصر الحديث حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت لمصر بل وللأمة العربية عزتها وكرمتها والعسكرية المصرية كبرياءها وشموخها كل عام وسيادتكم ومصر شعبا وجيشا بخير السيد الرئيس لقد ظلت الكثير من سروات مصر التعدينية عقودا طويلة غير مستغلة ولا يتم تحقيق الاستفادة منها ومن بينها الرمال السوداء تلك المنحة الربانية التي جادت بها شواطئنا الساحلية عند مصبات نار النيل وفي عدد من الأماكن الأخرى كبحيرة ناصر إن مشروع استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء يعتبر أحد المشروعات التعدينية الصناعات الجديدة الواعدة الذي يريد اكتشافه مرة أخرى بإرادة سياسية وعية مؤمنة بمقدرات بلدها وقدرات أبنائه ورؤية وطنية ثاقبة نحو استشراف المستقبل سيادة الرئيس يسعدنا تشريف سياداتكم اليوم لإعطاء إشارة البدء لتدشين مشروع تركيز وفصل المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء أحد المشروعات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والذي سيكون قيمة مضافة في مجال الصناعات التعدينية مما يساهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي ارتباطا باتجاه الدولة الداعم للاستثمار بالقطاع الصناعي في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي يمر بها العالم أجمع السيد الرئيس الحضور الكريم الرمال السوداء عبارة عن رواسب شاطئية تكونت عند مصبات الأنهار بفعل ظاهرة المد والجزر على مر الوصول وهي تحتوي على نسب عالية من المعادن الاقتصادية التي تدخل في العديد من الصناعات الاستراتيجية الهامة وتمتلك مصر أحد أكبر لاحتياطيات من المال السوداء على مستوى العالم يتركز وجودها في محافظات البحيرة وكفر الشيخ دميات وبرسعيد وشمال سيناء البحر الأحمر وأصوام من المخطط أن يستخرج منه ما يقرب من 76 مليون طن معادن اقتصادية وذلك وفقا لدرسات الجدوى التي أجرتها هيئة المواد النووية وأكدتها شركات ومكاتب استشارية عالمية تكفي للتشغيل ما يزيد عن 200 عام بالإضافة إلى الاستكشافات الجديدة الواعدة الجاري تحديد حجمها وتركيز المعادن الاقتصادية بها فضلا عن العائد الاقتصادي الهائل والمرضود الاستراتيجي بهدف سد الفجوة بين متطلبات السوق المحلي والاستيراد وتصدير الفائد منها للسوق الأوروبي والأسيوي يتكون هذا المشروع الأملاق من العديد من وحدات ومصانع تركيز وفصل المعادن أهمها مصنع التركيز العائم بالبرولوس والذي يضم الكراكة العائمة تحيا مصر لتكون باكورة إنتاج أول كراكة صديقة للبيئة في العالم تعمل بالكهرباء حيث تقوم بتكريك الرمال السوداء ودفعها إلى مصنع التركيز العائمة الملحق بها لاستخلاص ركاز المعادن الاقتصادية وأعادة الرمال المتبقية لأماكنها مرة أخرى حفاظا على المناسيب دون إحداث أي تغيرات بيئية بالمكان بالإضافة إلى مجمع مصانع الفصل على مساحة 80 فدان ويتكون من 6 مصانع لإنتاج المعادن الاقتصادية ومبنى للمعامل التخصصية ووحدة للبحوث والتطوير وفي إطار استراتيجية لإستغلال الخام بامتداد الشاطئ تم إنشاء 2 مصنع لفصل المعادن و17 وحدة تركيز على شواطئ مناطق وليون ورشيد ودمياط وبحيرة المنزلة السيد الرئيس إماء لتوجهات سيادتكم لتعظيم القيمة المضافة من المعادن المستخرجة من هذا المشروع تم التجهيز لإنشاء مشروعات جديدة تتمثل في الآتي مشروع إنتاج معدن الزركن المطخون فائق النعومة الذي تم التعاقد بالفعل على توريد معداته من إحدى الشركات الألمانية وجال الانتهاء من الدراسات الفنية والتعاقدية لمشروعي إنتاج ساني وكسيدي تيتانيام وفلزة تيتانيام وسبائكه من معدن الألمانايت ومشروع إنتاج العناصر الأرضية النادرة من خام المونازايت وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات الأوروبية والأسترالية والأمريكية والصينية العاملة في هذا المجال السيد الرئيس سيظل دفع عجلة الإنتاج بالمعدل الذي يحقق الارتقاء بمستوى المعيشة مرتبطا إلى حد كبير بمدى ما يحققه قطاع الصناعة من تطور وتقدم لذا وفي إطار توجهات سياداتكم يقوم الجهاز حاليا بالانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة منها على سبيل المثال للحصر الاتفاق على تأسيس شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الخرى الخاصة تحت مسمى الشركة المصرية الإيطالية للصراعات التكنولوجية المستدامة سيم تيك بالتحالف مع أكبر الشركات الإيطالية لإنتاج بايو كورتز والوح لبي تيك خالية السيليكا صديقة للبيئة إنشاء مجمع صناعي بالعين السخنة لإنتاج ألوح الكورتز هو الأول منه في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط إنشاء مجمع الأسمدة الآزوتية بالعين السخنة بإجمال ستة مصانع بالتعاون مع مجموعة تيسون كروب وشركة بيتروجيت تطوير منطقة شق الثوبان وتحولها إلى منطقة صناعية حضارية للرخام والجرانيت كاملة التخطيط والترفيق خالية من المخلفات الصلبة والسائلة بما يساهم في تقليل انبعاثات الملوسة للبيئة وغيرها من العديد من المشروعات التي تنتشر في معظم أنحاء الجمهورية وتقلق صناعات وفرص استثمارية جديدة وتوفر الآلاف من فرص العمل لأبناء الوطن وقد رعى فيها تقديم تيسيرات للمستثمرين وتعزيز الشركات الدولية لتوطين الصناعات الحديثة وتطبيق نظامي الإدارة الرقمية والبيئية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة سيادة الرئيس إن هذه النجاحات وتلك المشروعات التي نراها وقعا ملموسا لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم توجهات سيادتكم الدائمة ومتابعتكم المستمرة لكافة هذه المشروعات والدعم الغير محدود من القيادة العامة للقوات المسلحة واسمحوا لي سيادتكم بتقديم الشكر لرجال الشركة المصرية للمان السوداء ولهيئة المواد النووية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشراكاتها البناء وتعاونها المثمر والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بورزالة الموارد المائية والري ومحافظة قفر الشيخ وجامعتها العريق والشركة الوطنية حسن علام وكذلك الشركات العالمية والمحلية التي شاركت في إنجاز هذا العمل الضخم السيد الرئيس في نهاية كلمتي لا سعني إلا أن أكرل العهد الذي قطعناه على أنفسنا بمواصلة العمل ليل نهار دون كلل أو ملل وأن تكون خطواتنا المتسارعة على طريق تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم الذي يستحق أن نسخر كل جهودنا نحو توفير كل السبل ليحيى حاضرا كريما ويتطلع لمستقبل مشرق بإذن الله حفظ الله مصر من كل سوء وحفظ شعبها العظيم ودامت مسيرتكم الناجحة سيادة الرئيس ابناً باراً ومخلصاً لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته